أثمانا صباحا وعدنا مع مجز الأهم الأنباء مع دينا شارفت فدريا دينا شكرا لك جومانا أثمانا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح سيسي بالمحافظة على استمرارية المغذون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية خاصة المدرج منها على بطاقة التموين والتي تتحمل الدولة الزيادة التي تمت عليها حتى الآن كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه باستكمال مراحل التالية لمشروع الصوامة الاستراتيجية لزيادة الحجم الاستعابي والتخزيني لها وقد وجه الرئيس بضرورة توفير كافة السلع في جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين والتنصيق مع كافة المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة تقدم الرئيس عبدالفتاح سيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وقال الرئيس سيسي في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الإسراء والمعراج إن تلك الذكرى العثرة التي تجلت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمتنا فكانت منهجا للحياة وجهادا للنفس سائلنا الله تعالى في هذه المناسبة الطيبة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس الجمهورية الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج وقالت قرينة الرئيس في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن تلك الرحلة المقدسة التي أنعم بها الله على رسوله الكليم صلى الله عليه وسلم تسريع عنه ورفعه لمقامه الشريفة تلك الذكرى العطرة التي تتجلى فيها مشاعر الإيمان بمعجزات الله والتذكير بأن الرسالة الخاتمة المرسلين هي رسالة الأنبياء أجمعين دعي الله أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية وأن يعم السلام كافة بقاع الأرض على مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دولا أعضاء في الاتحاد مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة وصرح بوريل بعد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبية أن وزراء الخارجية الأوروبيين خصصوا 450 مليون يورو لشراء أسلحة وتسليمها للجيش الأوكراني لمساعدته في الحرب الدائرة وقال بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد اتفقوا على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي وذلك بالتنصيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع وأوضح بوريل أن أكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع وافق مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة رئة للجماعيات العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا اليوم حيث صوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنع ثلاثة عن التصويت فيما رفضت روسيا عقد الجلسة يأتي هذا في الوقت الذي طرحت فيه فرنسا أمام مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق للاستجابة لحاجات السكان في أوكرانيا وأوضحت باريس أنه إلى جانب التحرك الإنساني العاجل ستدعو خلال اجتماع طارئ اليوم لمجلس الأمن الدولي ببحث الأزمة الإنسانية في أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار يجب أن يسبق أي مباحثات سلام أعرب من دوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة عن تفاؤله بالمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في بلا روسيا والتي ستبدأ اليوم من جهته أعلن فلاديمير مدينسكي رئيس الوفد الروسي في المفاوضات بمنطقة جميل البلا روسية أعلن أن كييف وفقت على عقد الاجتماع مؤكدا أن روسيا مستعدة لتفاوض حول السلام في أي وقت أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو أكد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاقي أوبيك بلاس يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برينت أكثر من 7 دولارات إلى 105 دولارات و7 سنتات للبرميل مع افتتاح تدولات اليوم الاثنين كما ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام الأمريكي أكثر من 7 دولارات لتصل إلى 99 دولارا و10 سنتات للبرميل هذا وأعلنت مجموعة ببيل في النفطية البريطانية انسحابها من رأس مال شركة روزنفيت الروسية العملاقة والبالغة حصة وفيها نحو 20% أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1213 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي متعافين من الفيروس إلى 412.161 حالة وأوضح حتى وزارة الصحة تسجيل 1521 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 48 حالة جديدة ختام مجد الثامنة فاصل ومعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر